للمرة الأولى منذ ظهور أوراق باناما وأمام مجلس العموم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أقر بامتلاكه لأسهم في شركة والده في البهاماس لقد حاول إثبات أنه لم يسعى للتهرب الضريبي مشيرا إلى تدبير جديدة ستحمل الشركات المسؤولية الجنائية إذا ثبت أنها تهربت أو تساعد موظفيها على التهرب الضريبي سيد الرئيس هناك بعض المزاعم المؤذية للغاية وغير صحيحة على الإطلاق خرجت ضد والدي أريد وضع الأمور في نصابها هذا الاستثمار وضع ما وراء البحار في المقام الأول لأنه غالبا ما يتم تداول به في سندات بالدولار كما غيره من سندوق الاستثمار التجارية فمن المنطقي أن يوضع في إحدى المراكز الرئيسية للتداول بالدولار بعض الناس سأل إن كانت هذه التجارة شرعية ولماذا بعت أسهمي في كانون الثاني يناير 2010 سيد الرئيس بعتها لأنني لم أرد أي مشكلة حول تضارب المصالح من جهته جريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض دعا لتحقيق المستقل في قضايا البريطانيين المتوردين بالتهرب الضريبي بمن فيهم كاميرون وعائلته اسمح لي سيد الرئيس أن أشكر رئيس الوزراء على ما تقدم به في كلمته إنه أستاذ في فن له سيد الرئيس أنها لا فضيحة أن تكون الأراضي البريطانية في موراء البحار مذكورة في أكثر من نصف الشركات الوهمية التي أقامها موساك فونسيكا الحقيقة إنها في قلب صناعة التهرب من دفع الضرائب عالميا إنها فضيحة وطنية ومن الجيد أنها وصلت لنهايتها شعبية كاميرون تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات بحسب استطلاع لمؤسسة يوغوف وقد خرجت مظاهرة يوم السبت أمام مقره تطالب باستقالته هذه القضية قد تدعم المشككين بأوروبا وتساعدهم على الخروج منها في الاستفتاء المنتظر